قضية المطروحة اليوم هي قضية نسع السياج هذه القضية نشأت عن تظاهرة اللي حصلت ببيروت بـ 28 الأول 2015 خلال هذه المظاهرة تم توقيف أكتر من 48 شخص تم الإدعاء على بعضهم وما يزال اتنين منهم موقفين لحديث اليوم بعد عشر ايام من حصول المظاهرة السبب الرئيسي للإدعاء والتوقيف هو وجود فيديوهات بتثبت أن هيدول الأشخاص كانوا عم بيهزوا للسياج كانوا عم بيحاولوا نزع للسياج الفاصل بين المتظاهرين والقوى الأمنية وبالتالي الفاصل بين دخول المتظاهرين إلى المجلس النيابي والواقع أنه ادعاء على هيدول الأشخاص أو حتى توقيفهم يشكل تعسفا لسببان اثنين أولا أنه ما في جرم يسمى جرم نزع السياج المادة الوحيدة يلي عم بتم الاستناد لإلى اليوم من مفوض الحكومة بالمحكمة العسكرية أو من قاضي التحقيق العسكري هي المادة 136 من قانون القضاء العسكري يلي بتحكي عن سلاح حربي تخريب أو تدمير أو تعطيل سلاح حربي أو أحد الأشياء يلي بتستعملها الجيوش بالحروب ومن البديهة أنه هيد المفاهيم لا تنطبق لا من قريب ولا من بعيد على السياج ومن هون مفاجئ أنه تكون المحكمة العسكرية طبقت هيد المادة على نزع السياج وأكتر من هيك هيد المادة نفسها بتحيل لمادة أخرى يلي هي المادة 134 يلي بتفترض أنه الشخص يلي عم بيقوم بالتخريب أو التدمير لهيد الأسلحة هو شخص عسكري وبالتالي لا تنطبق على المدنيين وسبب إضافة لعدم تطبيق هيدا النص وبالتالي نحن اليوم قدام توقيف ادعاء من دون نص وهذه مخالفة كبيرة للقانون الجزائي يلي بنص على أنه لا ملاحقة لا تجريم من دون نص أما الأمر الثاني يلي هو ما بيقل أهمية أبدا هو أنه المواطنين الموجودين يلي جربوا يحطوا إيدهم على السياج هن مواطنين كانوا بمارسوا حق للدخول إلى البرلمان حق بالتظاهر أمام البرلمان بمحاسبة المجلس النيابي وهيدا حق طبيعي وسياسي مكرس بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبالتالي بالدستور المواطنين كانوا يقوموا بعمل إيجابي بهيدا المعنى هدفوا استعادة حق سياسي مسلوب لأنه ما في ديمقراطية بالعالم ما تضمن لمواطنين أن يتظاهروا أمام مجلس النيابي طالما المجلس النيابي يستمد كل سلطة من الشعب أما أن الدولة اللبنانية تنتهج منذ أكثر من خمس سنوات منع مطلق من الدخول إلى ساحة البرلمان فهي من هيدا المنطلق عم تتحول البرلمان إلى مربع أمني وبالتالي عم بتغلب الأمن على الديمقراطية وأكتر من هيك بهيك منع مطلق لا يجوز بتاتا التزرع بالدواع الأمنية لأنه ممكن نفهم الدواع الأمنية بظروف معينة ولكن لا يمكن أن نفهمها أبدا إذا كان المنع مطلق هون نحن أمام إلغاء كامل لحق التظاهر بهيدا المحل ومن هيدا الزاوية بيصير العمل يلي قاموا فيه يلي جربوا ينزعوا السياج هو حق هو واجب مواطني أمر بيستدعي المكافأة وليس المعاقدة والأمر اللي عم بحكي عنه عنده سنة قانوني قوي جدا يلي هو المادة 183 من قانون العقوبات تم تطبيق هذا النص من القاضي المنفرد الجزائيه بطرابلوس نازك الخطيب على لاجئ سوري دخل الحدود اللبنانية من دون عبور مراكز الأمن العام وبالتالي دخل خلصه واعتبرت أنه ما في جرم لأنه مارس من خلال ذلك حق اللجوء إلى بلد آمن لأنه كان عم بيتعرض لمخاطر شديدة بسوريا على حياته وحياة عائلته وما يصح على هذا اللاجئ السوري يصح من باب أولى على المواطن اللبناني يلي حاول الدخول إلى البرلمان بعد نزع السياج وبالتالي المواطنين والمحامين الذين نزلوا منذ يومين لحتى يهزوا السياج بدورهم ولا يأكدوا أنه الأمر ليس جريمي هم أيضا يستحقون المكافأة وليس لايقاب وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر